أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تنعونا إليه وفي آذاننا وقل ومن بيننا وبينك حجاب فعمل ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض اتيا ضوحا أو كوها قالتا قالتا أتينا طائعين فقال لها أقوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفوا ذلك تقديم العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود إذ جاءتهم رسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغين الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات في أيام نحسات لنضيقهم 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 عذاب الخزي في الحياة الدنيا ونعذاب الآخرة أغزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجرنا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوا لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيرنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد قلت في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعون هذا القرآن والغوف إنعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله لهم فيها دار الخلج جزاء جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليقونا من الأسفلين أمما أممم أممم ترجمة نانسي قنقر